المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق وتوجه الحكومي برئاسة السوداني لإصلاح هذه المنظومة قرارات وإجراءات صارمة بحق المنتسبين والضباط في جميع مفاصل المؤسسة الأمنية كيف ترى توقيت هذا القرار وأيضا ما مدى ارتباطه بتعزيز الثقة بمجملها بالمنظومة الرسمية تفضل يعني مساء الخير عليكم مساء الخير على المشاهدين الكرام سياسة الأصلاح الأمني حقيقة في عهد حكومة الأستاذ محمد الشيعة السوداني عمل عليها سيد رئيس وزراء أستاذ محمد الشيعة السوداني منذ الأيام الأولى حقيقة لتشكيل الحكومة العراقية وكان في اليوم الثاني من الحكومة العراقية لقائف في قياتة العمليات المشتركة بكل تشكيلات الوزارية والأجهزة الأمنية للقوات الأمنية العراقية من أجل البحث في آلية وضع استراتيجية خاصة بالأصلاح القطاع الأمني والقائمة على تغيير سلوك أداء القوات الأمنية من سلوك الحرب إلى سلوك الخدمة وكذلك دعم التنمية والاستقرار وهذا ما جعل سيد رئيس وزراء يعمل مع الوزراء وكذلك مع الطواقم الإدارية العليا في الوزارات من أجل متابعة مسار الإصلاح على الجانب العسكري على الجانب الأمني وعلى الجانب الاستخباري ولذلك هي خطة طموحة جدا لعملية الاستجابة للطلب على الأمن كخدمة وكذلك بالمقابل على مسار المرحلة الحالية وهي مرحلة التنمية ما بعد الانتصار على التنظيم الإرهابي داعش ونهاية مرحلة التعبية والانتقال إلى الخدمة العامة وكذلك بالمقابل تطوير هذه الخدمة الأمنية المقدمة إلى المواطن من خلال التوسع في البنى التحتية الخاصة بالشرطة المحلية الخاصة كذلك بالمقابل بالأجزة الاستخبارية والأمنية خاصة كذلك بأولويات وأجندة الأجزة الأمنية والاستخبارية في مواجهة الجريمة المعاصرة التي تهدد الأمن القومي العراق وتهدد الأمن المحلي وفي مقدمتها المقدرات والاتجار بالبشر وغير حقيقة من التهديدات والتحديات الجديدة التي تظهر بالإضافة لقضية الإبتزاز الإلكتروني وكذلك بالمقابل بحماية السايبر والأمن الكتروني للبلاد وكذلك بالمقابل فضاءات أخرى في القطاع الأمني يجري تطويرها من خلال إعادة تنظيم هذه القوات من جهة ما بعد الحرب وكذلك بالمقابل انفتاح هذه القوات من حيث البولة التحتية من حيث قدرات والإمكانيات من تطويرها وبرامج التدريب وكذلك بالمقابل التعشيق ما بين القدرات المحلية والقدرات الدولية لتطوير القيم الأساسية في بجال الخدمة الأمنية وفي بجال كذلك إدارة القطاع الأمني طيب دكتور حسين بعد ترحيبك ثانية كما تعلم يعني الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة كشف عن تورط أربعين ضابطا كبيرا من الدفاع والداخلية بإدارة شبكة للفساد والابتزاز كما تفضلت وأيضا المساومة قيل بأنه لاحقا العدد تم الكشف عنه بأنهم يعني مئة ضابط مصادر قالت مئتي ضابط يعني ما دلالات الكشف عن هذه المسألة واستثمارا أيضا لوجودك دكتور حسين معنا أيضا عبر الحصاد إلى أين وصلت بحسب معلوماتك يعني الإجراءات القانونية بحقهم يعني أولا الإجراءات القانونية هناك تحقيقات طبعا تقوم بها الطواقم الوزارية العليا المكلفة حقيقة بإدارة هذه القضية وهذا جزء من عملية الإصلاح ومن جزء من مواجهة المشاكل التي كانت في عاد الحكومات السابقة لا تستطيع أن تواجهها بسبب الحرب على الأراض وبسبب التهديدات الأمنية وهذا بالتالي ما يجعل القادر عام للقوات المسلحة السيد رئيس وزراء السادة محمد الشيعة السوداني يسعى إلى تطوير وتنشيط حقيقة حركة السلوك الأمني داخل المؤسسات ويطفي عليه القيم المؤسساتية التي افتقدت بسبب الحرب وبسبب التهديدات وبسبب التحديات الأمنية وبالتالي إعادة تنظيم القوات وإعادة كذلك بناء القدرات والإمكانيات وإعادة كذلك العلاقات ما بين النظام الشرطوي والنظام العسكري من خلال عملية نقل السلطة الأمنية هذا ما تعمل عليه وبالتالي هذه القضية تعمل عليه الآن الأجهزة الأمنية وقيادات العليا في الأجهزة الأمنية الوزارية حقيقة تتابع هذه القضية وتتابعها مع كذلك المسار القانوني وبالتالي القوانين العراقية النافذة داخل القطاع الأمني إن كان على جانب العسكري أو على جانب الأمن الداخلي تأخذ مسارها في متابعة هذا المسار وكذلك عملية مواجهة هكذا ظواهر لأنها ظواهر سلبية ولذلك سيد رئيس وزراء أكد اليوم على قضية الإصلاح الأمني أننا نحتاج إلى تغيير السلوك الحفاظ على الممارسات المثلة وكذلك الامتثار إلى القانون من قبل الأجهزة الأمنية وكذلك بالمقابل من قبل الخدمة التي تقدم إلى المواطن العراقي نعم طيب دكتور تحدثت عن بعض الأسباب التي أدت إلى بعض هذه المظاهر السلبية في صفوف الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها ولكن ما رأيك بموضوع الحماية الحزبية الإهمال الإداري أيضاً لتلك القضايا والملفات الحساسة كيف له دور بتفسيرك؟ يعني أكيد العوامل السياسية قد ضغطت على القطاع الأمني لكن الآن هناك عملية تحييد لهذا المسار لأنه مسار قد يكون تحدي أمام تدفق خدمة الأمن إلى المواطن العراقي ولذلك هناك محاولات كبيرة جداً الآن تعمل عليها الحكومة العراقية في تنشيط القيادة الوسطى في تنشيط كذلك الشروط والمواصفات الخاصة بمن يقود القطاع الأمني وكذلك مستويات القطاع الأمني إن كانت في الجانب العسكري في الجانب الأمني وفي الجانب الاستخباري وكذلك بالمقابل العمل المشترك على وضع قيم مشتركة قائمة على تنظيم الممارسات المثلة للإدارة الجيدة وكذلك لمن يقود هذا الجهاز الأمني بالإضافة لمواجهة المشاكل الإدارية والوظيفية كذلك داخل القطاع الأمني ومواجهة الغبن ولذلك أن نلاحظ أن الوزير قد خصص يوماً أمام سيد رئيس وزراء للمنتسبين الأمنيين للقاء بهم وكذلك عوائل الشهداء والجرحة وهذا ما اللحظة الآن في المكاتب الإعلامية في هذا المسار كذلك بالمقابل تأكيدات خلية الإعلام الأمني على التواصل مع القضايا المظلومية التي قد تكون للمواطن أو حتى للمنتسب الأمني ولذلك هناك عمل قائم ليلة نهاراً حقيقة وحتى من قبل مكتب رئيس الوزراء لمتابعة هذه الظاهرة وكذلك مكتب السكرتير الشخص القادر عامل القوات المسلحة في استقبال لهكذا حالات ومحاولة التحقيق فيها ومحاولة إحقاق الحق والوصول إلى نقطة الاستقرار داخل القطاع الأمني ولذلك هناك عمل كبير الآن تقوم به المؤسسات الأمنية من جهة كذلك قياة العمليات المشتركة من جهة أخرى وكذلك مكتب رئيس الوزراء وكذلك مكتب السكرتير الشخص القادر عامل القوات المسلحة في الوصول إلى نقطة استقرار في القطاع الأمني ولمواجهة هذه المشاكل الإدارية وكذلك تحييد السياسة عن العمل في القطاع الأمني وهذا ما لحظناه في الانتخابات التي جرت حقيقة كانت انتخابات ناجحة انتخابات المحلية لمجالس المحافظات وكانت كذلك تعاطي كبير من قبل المواطنين من جهة وكذلك من قبل المنتسبين الأمنيين في إدارة هذه الانتخابات بصورة فعالة وهذا ما أشر المراقبين الخاصين بالانتخابات بالإضافة كذلك إلى ممارسات عديدة تمارسها القوات الأمنية في أداء مهامها في الشارع العراقي وفي اقترابها من المواطن العراقي وهذا بالتالي دلال على اقتدار القوات الأمنية من جهة وعلى فاعليتها وقدرتها في التعاطي ما بعد مرحلة الحرب والتحول إلى مرحلة الاستقرار دكتور حسين عندما تقول تحييد السياسة عن العمل الأمني هذا يعني ربما تفسير واضح بأن المحاصصة السياسية هي إذن من تضعف قانون الدولة وتمتد أيضا في إضعاف مؤسسات الدولة الأمنية ليس كذلك؟ لا ليس كذلك هناك تداخلات قد تكون سابقة بسبب الظروف السياسية التي مرت على البلاد لكن ما جرى حقيقة خلال أكثر من سنة أو عدة أشهر حقيقة جرى تحييد هذا المسار وجرى كذلك وضع مواصفات قياسية لعملية متابعة المناصب القيادية في القطاع الأمني وكذلك بالمقابل مراجعة هذه المسارات من قبل القادة العام للقوات المسلحة سواء في اجتماعات مجلس الوزراء أو كذلك في اللجنة المكلفة في مجلس الوزراء لمتابعة الدرجات الخاصة أو كذلك بالمقابل من قبل مجلس الأمن الوطني الذي يجتمع دوريا بصورة إسبوعية ويعمل على مراجعة السياسات إدارة الأمن القومي وإدارة المؤسسات في الوزارات وكذلك في الأجهزة الأمنية ولذلك هناك متابعة حريصة من قبل السيد رئيس وزراء بأن تكون المؤسسة الأمنية بعيدة عن السياسة وقريبة من المواطن وتعطي الخدمات بصورة سريعة جدا وتستجيب إليه ولذلك هناك ارتياح الآن شعبي لمواجهة ظاهرة المخدرات رغم التحديات التي مررنا بها في بداية تشكيل الحكومة العراقية من أن هذه الظاهرة كانت ظاهرة كبيرة جدا من الصعب تفكيكه لكن الآن نلاحظ أن هناك مشافي هناك تعاون من قبل المواطنين في الإدلاع على المعلومات وكذلك مواجهة المتعاطين وكذلك بالمقابل تطبيقات القوانين الخاصة بهذا المسار وكذلك بالمقابل مسارات أخرى يعمل بها القطاع الأمنين كان على صعيد إدارة الأمن الداخلي وعلى إدارة الأمن الخارجي أو كذلك بالمقابل إدارة الأمن القومي ومؤسساته شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من إضاحات مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمنية دكتور حسين علاوي كنت معنا